في مونتريال بكندا قمة عالمية تنعقد بشأن التنوع البيولوجي هي مؤتمر رئيس للأمم المتحدة معني بإنقاذ الأنواع الحية من الإنقراض الجماعي استهل أعمالها رئيس الوزراء الكندي محذرا الطبيعة تتعرض لهجوم الطبيعة جزء من هويتنا ونحن هنا اليوم في كوب 15 للتأكد من أنها تظل جزءا مهما للأجيال القادمة لست مضطرا لإخبار أي منكم أن الطبيعة مهددة في الواقع إنها تتعرض لهجوم أما المهاجمون فيكشف الأمين العام للأمم المتحدة هويتهم تبدو البشرية عازمة على الدمار نحن نسن حربا على الطبيعة وهذا المؤتمر يدور حول المهمة الملحة لصنع السلام لأننا اليوم غير منسجمين مع الطبيعة إذن البشرية هي المسؤولة عن خسارة التنوع البيولوجي وقد آن الأوان للتوصل في هذا المؤتمر إلى اتفاقية تاريخية تعالج شبح الانقراض الجماعي للنباتات والحيوانات اتفاق يطمح المفاوضون أن يضمن وجود المزيد من الحيوانات والنباتات والنظم البيئية الصحية في نهاية العقد الحالي أكثر مما هو موجود الآن إلا أن ثلاثة أيام من المحادثات السابقة للقمة لم تتمخض عن تقديم مسودة اتفاق للمفاوضات قبل اختتام القمة في التاسع عشر من الشهر الجاري هناك أكثر من مليون نوع خاصة من الحشرات مهددون الآن بالانقراض الأنواع تختفي بمعدل لم نشهده منذ عشرة ملايين سنة وفقا لمختصين وبحسب تقييم للأمم المتحدة فإن 40% من سطح الأرض يعد متدهورا تتداخل أزمة التنوع البيولوجي مع أزمة المناخ فالنظم البيئية الصحية مثل الغابات والعشاب البحرية تعد أساسية للسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري في الوقت ذاته يهدد ارتفاع درجات الحرارة العالمية نظما بيئية كثيرة وأنواعا غير قادرة على التكيف بسرعة مع المتغيرات المناخية ليست الطبيعة وحدها تتعرض للإبادة هناك السكان الأصليون قاطعوا كلمة رئيس الوزراء الكندي يقولون الإبادة الجماعية للسكان الأصليين تساوي الإبادة البيئية